السلام عليكم و اهلا و مرحبا بكم في مطباق وصفاتي اليوم شاء الله غنحضر معكم وصفة البدينجة اللي كجيل ديدة بزاف و ثريعة في تحضر ديالا و مستحيل تجربوها وتحضروها غير مرة وحدة يعني كجيل ديدة و مميزة لا في الشكل ولا في الماطق انا اكيدا اللي جربتوها غتفقوا دائما تديروها لانها فعلا كجيل ديدة بزاف المهم يا اي حب دائما نطولش لكم بزاف قبل ما ندزل وصفتنا ما تصبح لوش يبلي لايك ديالكم باش دائما بقمحاتكم على الوصفات الجديدة و المميزة و كذلك لك توك تزوروا القناة ديالي الاول مرة مرحبا بكم في مطباق وصفاتي اشتركوا في القناة وفعلوا جراس تنبيهات باش توصلوا دائما بكل جديدي و كما تعودنا دائما قبل ما بدو اي وصفة منصرش صلاة والسلام على رسول الله اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد و على اهل سيدنا محمد و اطبا خليكم على المقادير و كافية بسم الله على بركتي الله اول حاجة ان شاء الله غنجهز معكم الدنجال كيما كتلاحظوا معي فانا عندي هنا تلاتة ديال الحبات ديال الدنجال لها كيان توسطين في الحجم المهم بالنسبة لكمية كتبقى على حساب دو قد يكون كل واحد كيدير على حساب الكمية اللي غايستهلك غير هي الدنجال من يتكون واكيا كتاخدوه يعني كتشريواه حاولوا واكيا تاخدو الدنجال لكيكون طويل شي شوية و في نفس الوقت يعني ما كيكونش كبير بزاف يعني ما كيكونش عريض كيما كتلاحظوا معي يعني الحباتها كيام توسطين و بطبيعة الحال كناخدوه كياد الدنجال لي كيكون طرعي ما كتكونش فيه الزريعة من داخل بزاف باشا كيكيكون المدق دياله وبنين ما كيكون فيه لا مرورة لوالو يعني احتمنا ينجي وكيناتناولوه كالقوافتي المهم هني بالنسبة لحبات ديال الدنجال كيما راحتوا معي كنحيدوله كزوائد يعني كننقيوها و كتكون عندنا نظفة يعني موصل من قبل بطبيعة الحال و كنقطعواها كيا الشرائح اللي كيكونوا كيف حالي الشكل بالنسبة للدنجال كنحاولوا ما نديروه شغلات بزاف كيما كتلاحظوا معي كنديروه رقيقش شوية و كيما اذكرت لكم اهم حاجة بالنسبة لحبات ديال الدنجال يكونوا طرين يعني ما تكونش فيهم الزريعة يعني كتير من داخل كما كان عارفو يعني الدنجال كامل كتكون فاكية شوية ديال الزريعة غير هي مني يكونوا كناخدوه يعني من الافضل ناخدوه اكي الحبات اللي كيكونون توسطين في الحجم احتى المادة ديالهم كيكون بنين كما اذكرت لكم يعني عكس الحبات اللي كيكونوا كبار بعد المرة كيكلقوا فيهم المرورة لهذا حاولوا اكيات اخدو الدنجال لي كيكون طريق و هكيا ما يكونش كبير بزاف مهم كارشو اركز لكم على هاد النقطة هدي مهم بنص طريقة غاندزل الحبات كاملين و غانقطعها بنفس السمك بحالي اشكل هدا يعني حاولوا اكيات قطعو الدنجال ديالكم مرقاق وفاد المرحلة هادي غانحتاجو الطاول اللي غاندخلوه الفران كذلك غانحتاجاك الواحد الفاص ديال التوم والواحد السن ديال التوم كيما كان قولوه غانضيف عليها ثلاثة ديال ملاحق كبار ديال زيت زيتون كمي يمكن لكم تستبدلوها بزيت نباتي يعني اللي متوفر كنديروه وكنديراك واحد نص معلقة صغيرة ديال الملح والملاح كتبقى على حساب الضوء وكندهنوها كيالحبات غير شي شوية بذك الزيت كم يمكن لكم اكي يتخو عليهم ذك الزيت وتمرر عندهم كامل كابلية ديالكم المهم كتخدموك كما حبيتو انا غاندزع لها الحبات كامل بحالي اشكل هدايا وغانحاول اكيان قددهم في الطاول بحالي اشكل ومن بعد ان شاء الله غاندخل من الفران غانحطهم في الجهات تحتانية بحيط كتكون نار ملفوق عليهم وغانخليهم غير شي شوية يعني غير تيدبلو شي شوية وفي نفس الوقت كيبدو يتحمرو غير شي شوية وكنقلبوهم الجهات تانية يعني الحبات كنقلبوهم واحدة واحدة وكنرجعو تانين خليو مكوحة لخمسة ديال دقائق المهم بالنسبة لوقت كامل تقريبا كياخدو واحد خمستاشر دقيقة يعني مجو وايه بجوج فهدلاتنا ان شاء الله غاندوز ونحضروا الحشوة اللي غانحتاج فيها جوج ديالكووس ديالاروز بقياس كاس العنبالي كيزين مية وخمسين مية لتر بالسوائل بدنسبة للرز فانا طيبتو يعني درت له كي شوية ديال الفاكمية الكافية مع شوية ديال العملح وخليته حطاطب وبنسبة لنوعية ديالاروز فانا استخدمت الروز الغلاسي يعني ضروري ديروها كي شي نوعية ما تكونش كتعجن ما ادلوش هو كيالرز العادي ولا الاروز اللي كيكون مهرس لان ذيك النوعية هديك مني يكو نطيبوها كتعجن واحنا يخصناك يا الاروز ديالنا يبقى حباة لهذا فاا استخدمه الرز ما يكونش كيتعجن فانا استخدمت الرز غلاسي كذلك ما لحتو معاي ضيفت ميتين وخمسين جرام ديال لحم نوفروم ولا الكفتة ايضا واحد الحبة ديال البعصة اللي كنقطعوها رقيقة يعني تقريبا كيبح الحبة ديال اروز وجوج ديال ملاعق كيبار ديال بقدونس انا كنفضل ندير غير المعدنوس يعني ما كنديرش القصبار لان القصبار كتكون فاكي واحد رائحة قوية وانتم كيبقى على حساب الضوء ديالكم وفتوابيل كما لاحظتوا معاي ضيفت نص معلقة صغيرة ديال الفلفل اسواد اللي هو الابصار كذلك بالنسبة لسكنجبير ولا الزنجبيل واحد الملعقة صغيرة ديال التحميرا ولا البابريكا والملاح بطبيعة الحال كتبقى على حساب الضوء كذلك هنضيف واحد جوجيا لملاعق كبار ديال زيت الزيتون كما يمكن لكم استبلوهم زيت نباتي كما كان ذكر لكم بالنسبة المكونات اللي ما عندناش رما كان ديروهم شي يعني ما كان عقدوش الوصفة ديالنا كذلك فضل مرحلة هادي يمكن لكم ديرو كيا شوية ديال القصبور حبوب فهو كيجي رائع فانا بصراحة غير ما توفرش عندي وكان معسو لحو شوة ديالنا مزيانة كيا باليد كم يمكن لكم ديرو الملحقة بصراحة فانا كيعجبني كيا انخدم باليد ديالي باشا كيك نتأكد بان المكونات كاملين دمجوا مع بعضهم وكما ذكرت لكم من قبل بالنسبة الاروز كيما كاتلاحضوا معي فهو كيبقى حبات لهذا كرجاء نأكد لكم على النوعية ديالاروز استخدموا الرز لي ما كيكونش كيتعجرن فانا درت الرز القراسي المهم فى المرحلة هادي فالدنجل ديالي كنصفح جاهز كيما كاتلاحضوا معي يعني ما كنخلي واش حتى كيتحمر غير كي طيبة كيا نص طيبة وهكا يمكننا نشكلوه كيما حبينا بالنسبة الحبات كيما ذكرت لكم ما خسكنش تديروهم غلاطة بالزاف والدنجل ديالنا را طيب مني كنضغطوه على كيب ليد ديالنا كنلقواه دخلوه الطياب بحالي شكل هدايا وده ما شاء الله غندزو باش نشكلوه الوصفة ديالنا كنديرو كيت قريبا واحد نص معلقة صغيرة ديال الحشوة وكنحاولو كي نشكلوها بلياد بحالي شكل هدا ولا نكوروها ومن بعد كنلفو القطعه بحالي هادي الشكل هالطريقة را ساهلة وسريعة وبصراحة بنسبل هالوصفة هدي فهي كتجي لديدة بزاف كتجي اكتر من رائعة وكل شي فضل عجبته يعني كتجي اكي مميزة حتى بنسبة الناس اللي ما كتعجبه مش الدنجل اللي حطروها في هالطريقة هادي يعني غايبقوا دائما يتناولوها لان المدق ديال البدينجان ما كيجيش باين نهائيا مني كتناولوها كالوصفة كتلقوا فيها كواحد المدق مميز المهم يا احبة ايو خانعني ما اشكر لكم فضل الوصفة هادي حتى غادت جربوها ان شاء الله غادت حكموا عليها وهدا هو البدينجان ديالين بعد ما شكلتو كامل حالي شكلها دايا يعني الحبات كامل عمرتم فضل المرحلة هادي غانحتاجو لهاد القالب اللي غندخله الفران كما يمكن لكم دروها كايا غير ميقلات المهم بالنسبة لهال البدينجان هادا غنحضرو معاكم جوجيا الانواع يمكن لكم دروها كايا في الفران كما يمكن لكم دروها كايا بشيط ويجن صراحة حتى وكيجي يلديد بززاف وكيجي معلك هنا كما كتلاحظو معي مني يمكنو كنوضعو البدينجان ديالنها كايا في القالب ولف الطاجين داك الجيها اللي كتكون محلولة كندروها في الاسفل بشكي القطاع ما يتحلوش معانا ودب ان شاء الله غندوز باش نحضرو الصوس فانا بصراحة استخدمت غير الصوس اللي كتكون جاهزة ديال كارتونا وانتو ما كيبقى على حساب المتوفر يمكن لكم ديرو كمدر تانية كما يمكن لكم ديرو طماطين طرية يعني ما طيشها طرية ديروك واحد ثلاثة ديال الحبات ولا اربعة كتقطعوهم كتضيفو علي مكوحة الكس ديال الماء وكديرو مكي على النار وحل كسرونا كتخليوهم حتى كيطيبو نص طيبة وانبعد كتطحنوهم وتصفيوهم وكديرو لهم نفس التوابيل اللي غانشارك معاكم اللي هي جوج ديال ملاعق كبار ديال زيت الزيتون كذلك واحد نص مالقة صغيرة ديال فلفل اسواد ولا الابزار كذلك بالنسبة للسكنجبير ولا الزنجبيل والميل حكا يبقى على حساب الضوغ يعني الكمية ديال الميل حكا رائع ولا لان كل حاجة من اللي احناها على حدة يعني كل حاجة درنانا الملحة ديالة الكافية وكنحركو المكوينة ديالنا بزيان ومن بعد كنضيف عليها ثلاثة ديال ملاعق كبار ديال الماء يعني ما كنديروش كمية ديال ما كتيرة غير ثلاثة ديال الملاعق وهكا قصص ديالنا يكون صبحة جهزة كنخوها للبادنجال اللي جهزتها معكم من قبل وكملاحظة بالنسبة للماطيشة ولا الطماطب من الافضل دلوكي شي نوعية اللي تكونش حمضة سوى درتوها طرية سوى درتوها بالكرتونة يعني كينشي انواع اللي وخا كتخدوه مكيب الكرتونة جاهدين كيكونوا حامضين بزاف لهذا حولوها كيتخطرو اه الحبات ولا للمركز ديال الطماطب ما تكونش حمضة فهذا المرحلة هادي بنسبة لها دجاجة غندخلوها ان شاء الله الفران غنحطها في الجيال فقانية ديال الفرن بحيط كتكون نار ملتحت وشو علا كتكون عنا بجهده شي شوية باش هكيا الدنجال ديال ناي طيب لان الجاجة كتاخد طياب شي شوية وبنسبة لطوجين غنديروه ان شاء الله غير على الفرن يعلى شو علا اللي كتكون مهيلة يعني بنسبة لطيب ديال الفران عكس الطيب ديال شو علا ولا ديال الفرن يعني كننقصو وكما كتلاحظو معي بنسبة لطوجين ديال نارة كيبق بقق كنخلي واحدة كيتعليك وبنسبة لبادينجال اللي كتكون في الفران احتها هي كنخلي واحدة كتتعليك وكتنشيفش شوية داك الصوس ومن بعد كنخرجوها وكالامسة اخيرة غندر لها شوية ديال جوب المتزارلة يعني خليط ما بيلجوب الاحمر والجوبنا المتزارلة وغردها غير الدوب وهكا الوصفات ديالنا كيكونوا صبحوا جاهزين كنزي هنا وما كيب شوية ديال بقدون اسم الفوق وده ما ان شاء الله غنشوفوا الوصفة ديالنا كيفاش كتجي من الداخل كيما كتلاحظو معي فالحبات كيبقا ملفوفين كما هما وبنسبة للدنجال فهي كتجي طايبة ودائبة يعني كذوب دوابان وحتها الحوشوية كتجي طايبة من الداخل يعني ما كتاخش بزاف ديال وقت فالطياب لانا الروز كيكون طايب وحتها بالنسبة لكفتي يعني ما كتاخش بزاف ديال وقت فالطيابة وكذلك بالنسبة للطويجين بصراحة هو كيجي معلك المهم بالنسبة لها وصفات هذه كاملين كيجي ولاد بالزاف وبصراحة ف plant della فطلة الطويجين بلان الطاجين كيجي هي معلك كما كناعرفو الطياب ديال الطين فهو غير يعني كي يجي مختلف المهم يا يحب باقي هكا كنكون وصلت نهاية ديالفيديو ضم قليل الا نودعكم اتلقى ان شاء الله في فيديو اخر وصفة تانية مع سلامة